بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة انا اعمل تقرير عن اسعار العصفير والبغبانات في سوق السهيد عائشة طبعا فيه فرق كتير ما بين السوق وما بين المحل المحل بيبقى فيه ثقة بيبقى فيه امان بيبقى فيه ضمان حتى لو انت مش فاهم المحل اللي بيتعامل معك انك فيه ثقة بالنسبة للسوق بيبقى مكان مفتوح بيتجمع فيه الهواة فيه اللي بيفاهم وفيه اللي مش فاهم وطبعا ممكن تتعرض لنسب وممكن تتعرض لخدعة وممكن يبقى فيه مصدقية انا النهاردة يعني حابب اللي انا اتكلم عن اسعار سوق السهيد عائشة او اسعار برصة العصفير والبغبانات اللي موجودة في سوق السهيد عائشة الاسعار اليومين دول مرياحة جدا 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 للأسف مش وقته الصيف ودرجة حرارة الصيف مع المصايف مع خروجنا من العيد الاضحى مع خروجنا من انتحانات السنوية العامة الاسعار مرياحة جدا هنتكلم عن البدجي او الاسترالي سعر البورصة النهاردة سعر الزغاليل لم من السوق اربعين جنيه الغوامق وخمسين جنيه الفواتح سعر الجوز اربعين جنيه للعصفير الغوامق وخمسين جنيه للعصفير الفواتح موجودين في السوق كتير للأسف حركة البيع والشراء ضعيفة جدا 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 الفواتح اللي احنا نتكلم عنها زي الالبين وزي اللاتيني الدرجات اللي هي الفواتح العين الحمراء للأسف مفيش حاجة منهم مسكة سعر دلوقت ندخل على التفارات اللي موجودة في البدجي زي الفولل سعر الجوز الصغير بيعمل مئتين وخمسين تلتمية سعر الجوز الكبير بيعمل ربعمية خمسمية ما كانتش الاسعار دي موجودة قبل كده في الفولل كان سعر الجوز بيتراوح من ستمية الى الف ومصة كمان وفيه درجات اللاتيني منه كانت بتوصل لالفين دلوقتي الفولل نزل لأقل سعر سعر الجوز بيتراوح ميتين متين وخمسين على حسب الحالة الى خمسمية اما اللاتيني في الفولل والقلبين وفي الفولل الجوز الصغير بيعمل خمسمية والجوز الكبير بيعمل سمع مية الفولل من الحاجات اللي كانت اول ما نزلت سعر الجوز كان بيعمل ست تلاف جنيه وخمس تلاف جنيه واربعة تلاف جنيه مع الوقت مع الوجود انتجات كتير منه فعلا الاسعار بتاعته قلت وقلت وقلت الاسعار نبدأ نتكلم فيها انها ترتفع ممكن على بداية شهر عشرة هيكون درجة الحرارة قلت وبدأنا موسم جديد فيه بقى الفالو سعر الجوز الصغير منه 150 جنيه 120 جنيه 130 جنيه سعر الجوز الكبير بيبدأ من 150 الى 200 طبعا على حسب الدرجات على حسب المستويات على حسب الحجم كل حاجة بتختلف في تسعيرتها عن صحتها حجمها شكلها المستوى بتاعها بيختلف في السعر طبعا وطبعا لو لا اختلاف الازواء لبارة السلع خصوصا بالنسبة لناس الهواء نيجي على الانصاص فيه درجات في الانصاص سعر جوز الزغاليل بيبدأ من 150 200 250 على حسب المستويات الهد الشكل تكشيرة فيه كمان اليوركات والمستويات الشامبيون سعر الجوز بيبدأ من اول 500 700 800 لغاية المستويات العالية في الشامبيون لغاية ما بتوصل 3000 جنيه جوز و 4000 جنيه جوز فيه ناس بيتبيع بالاسعار دي الحاجات دي سعرها ما بيباش نازل بسهولة ندخل على الرينبو الرينبو اللي كان نسمع فيه اسعار عالية جدا نهاردة سعر جوز الرينبو الشباب 300 جنيه 250 جنيه والكبير منه بيبدأ من 500 وطالع على حسب المستويات ندخل على الزبرة الزبرة العادي سعر جوز الزبرة 70 جنيه الجوز الشغال الصغير منه ب50 جنيه بالنسبة للبلاكشيك وده بيكون الفرق بس بينه اللي هو خده اسود سعر الجوز 100 جنيه الصغير منه سعر الجوز 80 جنيه فيه منه الشواج برضه بسيط روح من 80 إلى 100 اصبح ان الزبرة سعره كله بيبدأ من زغالين من 50 اكبر شوية 70 كبير شغال 70-80-100 لا بالنسبة للزبرة والمحبين طائر الزبرة الجميل الهادي ندخل على الفراولة وده من الفئات العصفير الصغيرة زي ما قلنا قبل كده سعر جوز الفراولة بيبدأ من 140-150 إلى 200 على حسب الصحة وعلى حسب الالوان اللي بتبقى موجودة طبعا زي ما قلنا الدكر بيكون انه احمر جامد زي الفراولة بالزبط ندخل على الكناريا وسعر الزغاليل جوز الزغاليل في الكناريا بيبدأ من اول 300-350 إلى 400 اما بالنسبة لكبير طبعا سعر الدكر فيه بيبدأ من 300-400-500 على حسب الوانه الدكر بيغرد نتائه لأ بالنسبة للنتائه بتعمل 200-250 بالكتير خاص لو نتائه مستوحل و300 فيه الوان في الكناريا مسكة سعر وفي تبقى ولاية لو ندرة زي الكناريا الاحمر ده سعر الجوز فيه او سعر الفردي فيه الدكر خصوصا ممكن يعمل من 500 إلى 800 اما النتائه بتعمل 400-500 فيه الموزايك سعر الدكر بيوصل لألف جنيه من 500 إلى ألف على حسب المستوى ندخل على الفشارات او طائر الحب او لاف بيرد سعر الجوز الشباب بيبدأ من 200-250 سعر الجوز الكبير بيطرها من 250 إلى 350 على حسب الشكل كمان فيه طفارات فيه او فيه الوان بتبقى ندرة جدا زي البروسوناتا البلاك ماسك البلاك ماسك ممكن سعر الفرد بيبدأ من 300-400-500 على حسب درجاته وعلى حسب اللون اللي فيه فيه كمان الألبينو فشار سعر الجوز بيعمل ألف جنيه الصغير منه بيعمل 700-600 أما الكبير بيعمل 900-1000 فيه برضو من درجات الألبينو فيه شغل تاني اللاتيني اللاتيني فشار سعر جوز الشبابات بيبدأ من 500-600 أما الكبير بيعمل 800-900-1000 ندخل على البركاديلو البركاديلو عصفور مميز وجميل جدا صوته زي الفشر بالزبط سعر جوز الشباب البركاديلو عام 150-200 أما الكبير بيعمل 300 طبعا فيه في البركاديلو درجات دلوقتي بقت نسمعه سعرها حل وزي اللاتيني والكريمينو سعر جوز الشباب 250-300 والكبير 300-350 400 على حسب المستوى يعني أحلى جواز موجودة في اللاتيني بتعمل 400 حلو قوي عليها أقل شوية 350 أقل في المستوى خالص 300 أصبح اللي احنا عندنا اللاتيني بيبدأ من 250 صغير إلى 400 الكبير فيه كمان الألبينو في الروز الألبينو روز الصغير الجوز بيعمل 500-400 إلى 600 أما الكبير 800 إلى 1000 ندخل على الكوكتيل الكوكتيل الحبشي الشباب جوز الشباب موجودين في السوق بيتراوح السعر من 100 إلى 150 على مستوى وحجم وشكل الجوز أما الكبير الشغال المنتج بيبدأ من 200-250 300 على حسب المستوى وكل واحد وشطرته كل واحد وفهمه اللي فهم أكتر بيقدر يشتري بسعر كويس بيقدر ما بينخدعش ما بينضحكش عليه لأنه عارف أنه بمجرد ما هيمشي هيرجع مش هيلاق التاجر اللي بعله ندخل على الإزابيل جوز الشباب 150 إلى 200 على حسب المستوى أما الكبير بيبدأ من 250 إلى 300 يبقى الإزابيل والحبشي قريبين في السعر ما عاد الشباب فيه بيبدأ من 100 إلى 150 المصبعات برضو الأسعر من 150 إلى 200 أما الكبير بيبدأ من 200 إلى 300 ده بالنسبة لسعر الجوز اللاتيني هو سابت شوية في اللاتيني سعر الجوز الشباب بيبدأ من 250 300 350 على حسب الحجم والشكل ولون العين لون العين لما تبقى حمرة بيكون السعر أعلى لون العين لما تبقى سودة بيكون السعر أقل فيه كمان كبير الشغال بيتراوح سعره من 500 إلى 600 ده سعره سابت يعني سعره مش واقع في السوق قوي أقل شوية الألبينو كوكتيل ورجعنا تاني نسمع زيادة في الأسعار بتاعة الألبينو كوكتيل سعر جوز الشباب بيبدأ من 700 إلى 1200 لو أكبر شوية على وش الشغلة 1400 1300 ألف ونص ده بالنسبة للمستويات حجمها حل وحجمها جامبو وكمان الكبير منه بيبدأ من 1500 إلى 1000 فيه كمان المصبعات والغوامق والوايت فيس اللي موجودة في الفرنساوي الفرنساويات بتتراوح سعر الجوز من 400 إلى 1000 على حسب المستوى الفرنساوي جميل جدا بيتميز أنه ما بيكونش عنده خب مقارنة بالكوكتيل العادي ناخد بالنا الألبينو في الفرنساوي واللاتيني في العادي مسكين سعر الأسعار بالنسبة للاتيني 250 إلى 600 أما الألبينو من 700 إلى 2000 ندخل على الضرة الأفريقي سعر الجوز الضرة الأفريقي بيعمل 2000 الصغير 2000 أما الكبير بيعمل 2000 ونص الهندي سعر الجوز الصغير بيعمل 2000 إلى 2200 2400 أما الكبير بيبدأ من 3000 إلى 3500 3600 ندخل على البلوف الضرة سعر الجوز بيبدأ من 4000 إلى 6000 على حسب العمر الصغير 4 الكبير شوية 5 إلى 6 اللاتيني سعر جوز الشباب ودي من الحاجات اللي مسكة سعر برضو يا جماعة الضرة أو البغبغانات فأة البغبغانات مش مريحة سعر الجوز اللاتيني بالنسبة للشباب بيبدأ من 7 8 أما الكبير بيعمل 9 إلى 10 وبيوصل ساعة للتناشر اللي ضرة الأمريكي سعر الجوز هيبدأ من 12000 سعر الفرد بيتراوح من 6 7 8 على حسب درجات اللون بتاعته أما الردرام الردرام أو الردرام الفحبشي منه بيبدأ ب1000 جنيه جوز من 800 إلى 1000 في الصغير 800 الكبير الشغال المنتج 1000 في القبلاينات ودرجات القبلاينات سعر الجوز بيبدأ من 1300 1400 1500 1500 1500 أحيانا بيوصل لألفين ونص على حسب المستوى وعلى حسب درجات الألوان وطبعا عارفين أنه الضغر أغلى شوية من سعر النتائج ندخل على الرزلة برضو من الحاجات الأوليلة جدا اللي ما بتتوفرش بسهولة في السوق سعر الجوز بيبدأ من أول 4000 جنيه الاسترن العادي أو الاسترن الأحمر الصغير أما الكبير منه بيبدأ من 5000 6000 الاتيني في الروزلة برضو للأسف مش متوفر بكميات سعر الجوز بيقى من ستة سبعة تمانية في الرنج ده الروبينو برضو من 5000 إلى 8000 الكيريميزون برضو أعلى شوية ممكن من 6000 إلى 10000 الحاجات ديت للأسف عشان مش متوفرة كتير اللي بيبيع بيطلب اللي هو عاوزه مش مخيادة بسعر ما بقيتش مخيادة بسعر ندخل على الزنجباري أو الكاسكو سعر الفرد بيبدأ من سبعة تمانية تسعة وصل لغاية 25000 ليه على حسب مهارات البغبغان بيتكلم كلام كتير وبيلعب وأليف وهدبوس ويتنطط وكده ده بيوصل لغاية 25000 أما الكوكاتو بيتراوح من 18000 إلى 35000 على حسب برضو المستويات بتاعته المكاو بيبدأ من 35000 40000 إلى 60000 جنيه على حسب المستوي أنا حبيت أتكلم عن أسعار سوق الجمعة وبورسة العصفير الخاصة بجمهورية مصر العربية الأسعار اللي أنا قلتها يا جماعة دي أسعار سوق الجمعة النهاردة 13 أغسطس فعلا ده راجع لدرجة الحرارة صعبة جدا جدا مش موسم إنتاج للأسف فيه إنتاج موجود كتير في السوق حاجة غريبة كميات كبيرة من العصفير الكبيرة موجودة في السوق العصفير كترك ما فيش تصدير للخارج زي ما بيكون موجود أو زي ما كان موجود في فصل الشتة السنة اللي فاتت اليومين دول ما فيش تصدير خالص كل ده قصر عمل فيه موجود كمية كبيرة من العصفير فبقى فيه اكتفاء ذاتي في العصفير فده أثر على السعر الأسعار مريحة جدا 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 في السوق بس الأسعار ديت المحلات طبعا علشان خاطر ما تتأثر كبير بالركود ده وما تتقفل لأن معظم المحلات لو نزلت الأسعار جامد جدا كده المحل مش هيكسب كده المحل هيخسر كده المحل اللي بدفع ضرايب وبدفع ما لو بدفع كهرباء وبدفع مية هيضطر أنه يقفل أبوابه فلازم يحط هامش ربح إضافي على ثمن العصفير دي طبعا فيه طفارات قلنا عليها فيه بغبغانات قلنا عليها السعر بتاعها أصلا ما فيهوش لعب ما منقدرش نزل فيه أكتر من كده ما بينزلش اللعب أكتر بيبقى في الأسترالي لأنه بيبقى كمياته لما هيبيع هيبيع بتمنين عشان برضو يبقى إيه المكسب معقول أنا أتمنى اللي أنا أكون قديت رسالتي النهاردة وتكلمت عن أسعار السوق بشفافية وبمصداقية أتمنى للناس الغوية اللي بتتابع القناة تقدر مجهودنا وكل سنة ونطيبين